في الوقت اللي كان فيه السيسي بيتكلم عن القصة دي كانت صحيفة الاندبندنت البريطانية بتنشر تقرير مفصل ومطول عن المؤتمر اللي كلمتكو عليم بارح في مجلس العموم البريطاني بخصوص علاء عبدالفتاح وآخرين الاندبندنت تكلمت عن مشاركة نجوم من هوليود الصورة تطلع دلوقتي عن مشاركة نجوم من هوليود في هذا المؤتمر اللي كانت حضرها سناء سيفة هذه الصورة من الاندبندنت سناء متصورة مع أحد نجوم هوليود شارك عدد من الممثلين خليني أقرأ اسمائهم بس عشان مغلطش دام جوري دينش وإيمة تومسون ومارك روفالو وكاري موليغان وقعوا على خطاب لشخصين أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية للضغط والإفراج على عبدالفتاح في اليوم الخمسة وسبعين لإضرابه على المترجمات لكثير من الاندبندنت